خطوة تهدف إلى دمج الأطفال المصابين بمتلازمة داون في المجتمعات المحلية وتعريفهم بالكنوز السياحية التي يسخر بها الأردن نظمت الجمعية التعاونية للتطوير السياحي والاستدامة ومبادرت الهدب رحلة سياحية وترفيهية إلى مدينة مادبة وكما تهدف الرحلة إلى إعطاء الأطفال فرصة للتواصل المباشر مع كافة شرائح المجتمع حيث أتيحت لهم فرصة المشاركة برسم جدارية في متحف الحكاية الواقع في جبل نيبو كما اجتملت جولة الأطفال على فقرات ترفيهية وفنية وتوزيع هدايا كانت مبادرة رائعة من الجمعية هي احتضان فريق مبادرة هدب لتنصيق تسيير رحلة سياحية إلى محافظة مادبة موقع نيبو لفئة متلازمة الداون ونحن من واجبنا كجمعية أنه حاضنة ونفتح ذرائتنا لكل هذه الفئة اليوم وتحت عنوان متلازمة الحب يرسمون الحب للوطن قمنا بعمل جدارية في هذا المكان السياحي الرائع في متحف الحكاية في مادبة الرائعة وضمن فعالياتنا المهمة هو دمج ذوي الإعاقة والتوعي السياحي لذوي الإعاقة والداون ترجمة نانسي قنقر